لا ينتهك النظام حق السوريات في الحرية فحسب وإنما ينتهك شرفهن بمنهجة الاختصاب في المعتقلات والسجون الخاصة بالنساء من وراء جدران هذا السجن عادت إحدى السوريات للحياة لكن هذه المرة وقد أصبحت أما دون زواج ودون أن تعرف والد ابنها القصة أوردها ناشطون نقلا عن مصادر ميدانية من جبهة سجن حلب المركزي حيث أطلق صراح عدة معتقلات في إطار صفقة غير معلنة بين الثوار وقوات النظام المحاصرة في السجن تم خلالها مقايضة المعتقلات بالطعام للجائعين من قوات النظام وكانت الفتاة قد دخلت السجن قبل عامين حينما كان عمرها 16 عاما تقول إنها حملت بعد تناوب عدد كبير من قوات النظام على اقتصابها القصة وإن كانت صادمة إلا أنها ليست غريبة عن ممارسات قوات النظام حيث يفيد الحقوقيون والمعتقلات المفرج عنهم أن جميع المتواجدات بالمعتقل تتعرضن للاختصاب أحد القائمين على مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان أكد لأوريونت نيوز أن جميع المعتقلات تتعرضن للمضايقات الجنسية بنسبة 100% ويصل الأمر للاختصاب خاصة في حال طالت المدة الاختصاب ليس إلا واحدا من قائمة طويلة من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في معتقلات النظام ومن بينها الاعتقال التعسفي الاختصاب قتل الجنين التعرض لضرب المبرح سوء التغذية وسوء التعامل الصحي ووفق منظمات حقوق الإنسان فقد اعتقل النظام منذ انطلاق الثورة آلاف النساء تتراوح أعمارهم بين الخمسة عشر والثلاثة والسبعين عاما تهمتهن الانخراط في الحراك الثوري لكن لا يختلف الحال بالنسبة لباقي المرميات في سجون النظام بتهم أخرى غير الانخراط في النشاط الثوري ويبلغ العدد الإجمالي للنساء في سجون سوريا وفق جهات حقوقية أكثر من أربعين ألف سجينة كانت ظروفهن صعبة وصارت أصعب بكثير بعد الثورة تقول المفرج عنهن أن أمل السجينات هو تحرير سوريا ومعها المعتقلات والسجون لتسترجع السوريات كرامتهن المهدورة مع حريتهن المصادرة الله أكبر اللي يشحر يقتحم السجن حلب المركزي الله أكبر ترجمة نانسي قنقر